انا طبعا كريم احمد من مرسلنا طبعا هناك في المغرب هيعرفنا على كل الكواليس واخبار التمرين ايه من ملعب التدريب بنرحب بيه كريم احمد معانا مساء الخير عليك كريم كابتن الكبير كابتن هاني رمزي كل التحاليك والكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان اجواء مطمئنة واكثر من رائع الحقيقة بحضور جمهورنا جمهور النادي الاهلي شيء مميز جدا ويمكن ده الحقيقة اللي في البداية اللي حابين ان احنا نتكلم عليه جمهورنا اللي مدعا ممساند بشكل كبير جدا وتواجد في المدرجات ندعا العيبة حفز العيبة بشكل كبير جدا وده المردود والحقيقة كان كبير جدا كابتن هاني على عيبة النادي الاهلي يا رب ان شاء الله تكلل بالنجاح كل المجهودات الترتيبات الادارية الترتيبات الفنية مستر كولر كابتن سيد عبدالحفيز كل الأمور مجلس إدارة النادي الآلي الحقيقة المتواجد في رسالة دعم ومسندة كبيرة جدا 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 لليئة الجميع رب إن شاء الله المجهودات والترتيبات والحقيقة تدريب النهاردة تعرفة كابتناني طبعا يعني التدريب الأول بيدي انطباع وبيدي رسالة مهمة جدا مدى حالة اللعبين ومدى تركيز اللعبين مدى الإصرار الكبير جدا لمسينه الحقيقة في التدريب الأول لفريقة للنادي الآلي هنا على ملعب العربي الزولي حقيقة النادي الآلي كان في مباراة الرجال الأخيرة تدرب على هذا الملعب أرضيته جيدة جدا حقيقة بتساعد اللعبين على تنفيذ الجمل التكتيكية الحمد لله مبقاش فيه أي أمور تعكر صفه ومسيرة النادي الآلي حقيقة من إصابات الحمد لله لسكوات كامل لليئة الجميع مفيش إصابات الطمينة من الجهاز الطبي الدكتور أحمد أبو عبلا فيارب يا رب إن شاء الله كل الأمور تكلل بالنجاح وكل الترتيبات تكلل بالنجاح لعبتنا رجال إن شاء الله بإذن الله أي 11 يكونوا متواجدين ده اللي بيقول عليه اللعيب الكبار وده اللي بيأكد عليه الجميع أي 11 يكونوا متواجدين مهما كانت الظروف عارفين الأمور وعارفين الكثافة الجمهرية الكبيرة جدا لنادي الأوداد وعارفين كل هذه الأمور لكن نادي الآلي عنده هدف عندنا مباراة وحيدة كل لعيبة بتتكلم إن إحنا ما لعبناش مباراة في القاهرة لعبنا لسه هنلعب 90 دقيقة هي دي اللي هتحسم اللقب هنا في كذابلانكا وتعود لأن جمهور نادي الآلي منتظر الحقيقة فرحة كبيرة جدا عن طريق لعبينا فيا رب إن شاء الله كل الأمور تكون معنا ومنصبنا وتبقى تفير ربنا سبحانه وتعالى بمشيئة الله كابتنا إن شاء الله طمنا على الحالة الفنية وكمان طمنا على الأجواء خارج المستطيل الأخضر من اهتمام الصحافة المغربية الإقامة في القوتيل هل في بعض المشاكل أو الأمور بتسير بشكل جيد الأجواء الموجودة قبل المباراة اهتمامات الصحافة كمان الاستعدادات الفنية على مستوى المحاضرات على مستوى الفريق هناك شكلها إزاي كابتن سيد عبد الحفيز أكيد بيقوم بالأدوار الإدارية لكن كمان عايزين نعرف منك الأجواء خارج المستطيل الأخضر يعني بالتأكيد كابتن هاني يهتم تغيير فندو لقامة رؤية طبعا إدارية للكابتن سيد عبد الحفيز الحارس بشكل كبير كالعادة يكون متواجد قبل صفر بعثة فريق النادي الآلي بـ 24 ساعة بصحبة الكابتن سمير عدلي دكتور محمد صراعود مجلس الإدارة الحقيقة ممكن فضو لقامة جيد يعني أكيد مش مقارنة بالفندو التاني لكن هي رؤية إدارية بالتأكيد طبعا كل الأمور دي بتساعد لعيب النادي الآلي أن يكون فيه كامل الاحتياجات في فندو لقامة يعني الأجواء هنا طبعا اللي خاصة بجمهين نادي الوداد كل طبعا بيشجع والكل بيتكلم بأنه هو نادي الوداد عنده فرص كبيرة جدا بيتكلم على الكسافة الجمهيرية الصحافة هنا جمان يعني بتأكد على الكسافة الجمهيرية وبتأكد على التشجيع وبتأكد على الفرص لكن كل دي الحقيقة يعني مع لعيب النادي الآلي أمور معتادة وفيه فصل كبير جدا في عدد محدد يا كريم في عدد محدد لجمهير النادي الآلي احنا شفنا من خلال التأرير وشفنا من خلالك وجود عدد من جماهير النادي الآلي عدد قليل ولكن يعني توقعاتك لوجود عدد قديم من جماهير النادي الآلي بكرة يوم الحد يعني بالتأكيد المجموعة اللي كانت متواجدة طبعا يحرس التنية تكون بتوافد طبعا هون على المغرب اللي جاي من ألمانيا واللي جاي من النمسا واللي جاي من حيثت بعيدة جدا يعني العدد ده طبعا يصل للألف يعني احنا عندنا معلومات انه يمكن هيكون متواجد ألف مشجأة هو يوفره طبعا النادي الوداده يوفر ألف تسكير يكون متوجد طبعا كل مشجأة للنادي الآلي اللي يكونوا متواجدين لكن لسه الأمور دي ممكن منتظرين ان شاء الله تحسم غدا عندنا اجتماع فني غدا عندنا مؤتمر صحفي خاص بفريق النادي الوداد هو على فكرة كنا احنا مخصصين يا كريم كان تقريبا مخصصين 2500 هنا في القاهرة كان فيه عدد مخصص ل 2500 مشجأ من الوداد هذه المعاملة بالمثلة او هو اتحدد خلاص عدد ألف مشجأ فقط من النادي الاهلي يعني طبعا انت عارفها كابتن هاني اكيد طبعا النادي الاهلي قدر ان هو يوفر والحقيقة كانت معاملة مثالية الحقيقة اللي باتت الوداد ويمكن اشاد ايضا كمان محمد طلال امين السندوق اللي كان متواجد في استقبال لباتة فريق النادي الاهلي منتظرين يكون العدد بالمثلة 2500 تسكرة متواجدة ان شاء الله باذن الله لكن المعلومات اللي جاءنا حتى هذه اللحظة ان يمكن حتى هذه اللحظة ان يمكن الف تسكرة لكن عندنا امل ان شاء الله باذن الله غدا يكون حسم هذا الامر في الاجتماع الفني فيه ترتيبات امنية فيه ايضا كمان امور عديدة جدا مكان الجمهور النادي الاهلي مكان البعثة كمان متعارفة كابتن هاني فيه امور مهمة جدا ادريا ان انت فيه عدد بيكون خارج القايمة لده كترة بيكون خارج القايمة كل الامور دي بيكون مهمة جدا انت تكون حريص مكانهم فين تأمينهم فين عشان كده بقولك الاجتماع الفني غدا يكون مهم جدا اجتماع الامني ايضا كمان موجود ايضا كمان معنا العميد علاء الصلاح طبعا منصق الامني هنا لفريق النادي الاهلي الترتيبات دي خاصة وممكن مهمة جدا هتساعد بشكل كبير لكن انت عارف كابتن هاني ليهمنا هي كفاءة اللاعبين ومدى تركزهم ومدى حالتهم ومدى وعيهم الكبير جدا على اهمية هذه البطولة وده اللي لمسينه الحقيقة وجود الكابتن محمود الخطيب على رأس طبعا بعثة فريق النادي الاهلي عارفين الكابتن حسام غالي هو رئيس البعثة لكن القيمة الكبيرة جدا للكابتن محمود الخطيب بصمته ولمسته ورسائله للعبين بالنظرات البسيطة جدا بيكون لها مردود كبير فيارب يا رب ان شاء الله باذن الله كل المجهودات الترتيبات الفنية بأكدلك على الحالة المعنوية مرتفعة جدا للاعب النادي الاهلي مستر كولر كالعادة يعني ادى تكليف كده اليسين المكاري بتوفير عدد كبير من المباريات وتحديدا كمان مباريات اخيرة لنادي الوداد للوقوف على كل الثغرات هنا على ملعب مركب الخامس في اختلاف بيكون نادي الوداد بيلعب براء ارضه بطريقة بيلعب جوه ارضه بطريقة في كسافة الجمهورية الجمهورية بيكون ليه طريقة عشان كده ان شاء الله باذن الله يسيني يكون موفق جدا في الاختيار الاطاط والهاي لايس اللي ممكن تساعد مستر كولر في التشكيل في التكتيك في النقاط القوة والضعف وايضا كمان يا كبتناني بنتمنى ان هو يكون قيادته الفنية اكثر من رئيه على مدار التسعين ديئة لانها تسعين ديئة مهمة جدا محتاجة توزيع مجهود محتاجة هدوء محتاجة ترتيب سيناريات عديدة جدا عندنا فرص كتير يا كبتناني احنا كسبانيين النادي الالي كسبان في المباراة الاولى ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نحرز هدفه اتنين مهما كانت الضغطات ومهما كانت الصعبات ينقصنا بس توفير ربنا سبحانه وتعالى ويا رب ان شاء الله يوم 11 تكوني ال 11 في مقر النادي الالي بالجزيرة طيب كريم اخيرا بعض وسائل السوشيال ميديا كانوا بتكلموا على اصابة صامبو اللاعب السنغالي وراس الحربة بتاع فريق الوداد واصابته بارتجاج في المخ ماذا صحة هذه الاخبار هل تدولت في صحب المغربية عن اصابة صامبو يعني يمكن ما ارناش هذا الامر هنا انت عارف يعني ممكن يكون في لعب شوية بالاخبار بالتصرحات ممكن يكون مفيش حد سليم مفيش اي حاجة يقولك عنده بعض الامور كلها امور معتادة لكن انت عارف زي ما بقولك النادي الالي بكلمت الكبيرة جدا بوعي اللاعبين مهما كانت الغيابات بالنسبة لهم مهما كانت الاصابات منها يكون موجود الامور بالنسبة لعب النادي الالي محسوم احنا عندنا 90 دقيقة هننزل النقاط الاخر ثانية فيها وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق معنا عشان كده بقولك كابتن هاني بطمن جمهورنا وبطمنك حالة الوعي الكبيرة والجدية الكبيرة جدا مع لعب النادي الالي ومعنايات المرتفعة بحرص احترام المنافس امر مهم جدا وده للحقيقة النادي الالي فرضه عشان كده بقولك الامور بمطمئنة حتى هذه اللحظة يتبقان غدا وبعد غدا ان شاء الله باذن الله دعوات كل جمهورنا العظيم يا رب ان شاء الله باذن الله العشرة مساء بتوقيت القاهرة التمنى مساء بتوقيت كذا بلانكا مباراة الالي والوداد النهائي يا رب ان شاء الله باذن الله نعود من هنا منتصرين باذن الله كابتن هاني ان شاء الله شكرا جزيلا كريم احمد كان معانا في مين المغرب ونشكرك كريم شكرا جزيلا